تتواصل الحرب الإعلامية بين السعودية والدول المقاطعة من جهة وقطر من جهة أخرى قناة سكاي نيوز ناقشت في ملفها الإخباري الخاص ترامب وقطر رسائل تبعث ولا تصل القناة ركزت على مقابلة تلفزيونية للرئيس الأمريكي يجدد فيها تأكيد على تمويل الدوحة ودعمها للإرهاب معتبرة أن قطر اجتزأت من مقابلة ترامب الإدارات الواضحة بحقها قطر هي التي لا تزال خارج ذلك لكن يجري جلبها لأنها كانت معروفة كممول للإرهاب وقلنا لهم أنه لا يمكنكم القيام بذلك لا يمكن علينا تجويع الوحش والوحش هو الإرهاب ولا يمكن أن يكون لدينا دول غنية تمويل هذا الوحش قناة أبو ظبي بدورها ركزت على التهديدات التي أطلقها ترامب في مقابلته التلفزيونية بنقل القواعد العسكرية من قطر إذا اضطرت بلاده وأن واشنطن ستجد عشر دول غير الدوحة مستعدة لبناء قواعد عسكرية بديلة وتمويلها وفي حال الطرنة لنقل القواعد العسكرية المتمركزة في قطر فسنجد عشرة دول أخرى مستعدة لبناء قواعد عسكرية بديلة في المقابل عنوانت قناة الجزيرة تصريحات ترامب على النحو التالي أكد الرئيس الأمريكي دونال ترامب أن علاقات بلاده جيدة مع دولة قطر واشدد على أنه لم تكن هناك أي مشكلات بشأن القاعدة الأمريكية التي تستغفها قطر وفي مقابلة تلفزيونية قال إنه لو كان علينا المغادرة لو وجدنا عشر دول أخرى ترغب في بناء قاعدة لنا وستدفع تكاليفها أيضا وفور الإعلان عن وفاة الأمير السعودي عبد الرحمن بن عبد العزيز أل سعود غرد العديد عبر هاشتاغ أخرج ابن نايف ليعز في عمه هذا الهاشتاغ أصبح الأكثر تداولا في سعودية وطالب المغردون من خلاله بالإفراج عن محمد بن نايف مؤكدين أنه قيد الإقامة الجبرية منذ إعفائه من منصبه كولي عهد ونشر عدد من المغردين تفاصيل عدم حضوره الجنازة ولسيما أن غالبية أبناء الأسرة المالكة كانوا حاضرين في الصلاة في المقابل رأى البعض أن الناشطين على هاشتاغ أخرج ابن نايف ليعز في عمه هم من اللجان الإلكترونية التي تعمل لصالح الدول المعادية للسعودية في المقابل طلق أمير قطر رسالة لافتة عبر تويتر من شقيقه الأصغر جوعان بن حمد الذي غرد تحت هاشتاغ تميم إحنا معك غصبا على من تحداك وأطول طويلة في نظرنا قصيرة كما غرد جوعان مستقدما الهاشتاغ نفسه سيدي إحنا مطوعين الصعايب تحت أمرك سيدي تفنى العشيرة ترجمة نانسي قنقر